بسم الله الرحمن الرحيم معاكم فاطمة من قناة كروشستا الفيديو بتاعنا النهاردة هنشتغل بخيط الكليم او خيط التشيرت هننفز مع بعض قواعدة دائرية ممكن استخدمها في عمل الشونط او في عمل الباسكت الكروشيت هنعمل مع بعض كزا طريقة مختلفة لانواع باسكتات كتير ان شاء الله بورز مختلفة في الفيديوهات الجاية وهقفل معاكم شنطة من القواعدة اللي احنا هنعملوها النهاردة بازن الله في الفيديوهات الفيديو ده انا اشتغلت الفيديو ده بغرزة الصنبولة قبل كده نزلنا فيديو على القناة بخيط الكليم ونفزنا مع بعض اه طريقة عمل سجادة مدورة على شكل دبدوب عرفنا ازاي نعملها وازاي طريقة التزايد تكون بطريقة سليمة وايه هي الخطوات اللي انا اتبعها عشان الدائرة بتاعتي تطلع معايا مظبوطة نهاية السطر وبداية السطر النهاردة بقى بامري لا انا اشتغل الدائرة بتاعتي بغرزة مختلفة وهي غرزة الصنبولة او تعتبر غرزة الحشو بس بطريقة تانية مختلفة عن الطريقة التقليدية اللي احنا عارفنا ليه ما اشتغلتش بالطريقة بتاعة الحشو العادية علشان غرزة الحشو انا لو اشتغلتها عادية عتفرغ لي الشغل بتاعي وانا عايزة الشغل بتاعي مكتوم يعني احنا في غرزة الحشو العادية انا كنت باخد الشغل بتاعي بيبقى معايا فوق الابرة كده دل عين لكن في الغرزة بتاعتنا النهاردة اللي هي غرزة الصنبولة الشغل بتاعي كله مكتوم مقفول لي انا باخد في حرف الفي بتاع الغرزة فبالتالي انا بدخل في قلب الغرزة فالشغل بتاعي بيبقى محكم ومكتوم اكتر انا اشتغلت بتلات طرق مختلفة والنهاردة انا عتعلم اول طريقة ليا طب التلات طرق عيختلفوا في ايه عيختلفوا في بداية بتاعة الدايرة السحرية اللي انا بعملها في عدد الغرز بس في الآخر كله عيديكي نتيجة واحدة اول حاجة لازم اختار مقاس الابرة اللي تناسب الخيط بتاعي فانا عشوف بالخيط بتاعي الصمك بتاعه ايه سميك ولا وسط ولا رفيع وعلى اساسه انا اختار الابرة بتاعتي ما ينفعش الخيط خين واختار ابرة رفيعة لازم الابرة تناسب الخيط عشان شغلي يطلع مظبوط فانا الخيط اللي معي هنا من السميك قوي ولا رفيع الخيط بتاعي وسط يلا حد ما فانا اشتغلت معي بابرة مقاس ستة لواضحة قدامكم حسيت لو انا اشتغلت بابرة مقاس سبعة ان الشغل عيطلع يعني مهوي اكتر من كده فابرة رقم ستة مناسبة قوي لالخيط اللي انا شغالة بيه فانت لازم الاول تعرفي الابرة اللي مناسبة لالخيط بتاعي وانت بتشتري خطب كليم حاولي على قد ما تقدري تجيبي الفاتلة اللي فيها استريتش شوية او اللي فيها مطة شوية دي بتساعد معيك في الشغل حاولي على قد ما تقدري اللي انت تنقل بقرة ما يكونش فيها فتل كتير علشان اه الكليم اول ما نزل كان فيه منه راضيق جدا حاولي على قد ما تقدري ما تنقيش الفاتلة السميكة قوي التخينة قوي عشان دي بتدايل لو مسلا سميكة قوي ممكن تشتغليها في السجاد بابرة طبعا مقاس اكبر من العشرة عشان تبقى مسترياحة معيك وكمان عشان تثبت على الارض يلا بقى نبدأ الشغل بتاعنا ونشوف عن اشتغل ازاي وعن اعمل ايه نسموه بسم الله هنبدأ بعد الوقت اول حاجة عاملها الدايرة السحرية في كف اليد اجيب الطرف بتاع الخيط الزغير كده اهم حاجة بس اطول الفاتلة شوية واجي على الصبع ده الف لفة خيط من هنا لهنا اخد اكس اهو عملت حرف الاكس واجيب الخيط الطويل احطه تحت صوابعي كده تكون معي حرف اكس على صوبعي بالابرة عنزل تحت الدلع اللي من تحت ده ودخل الابرة كده اسحب الطرف اللي من فوق على برة وانا باسحب اطول والف وبعد كده معي الخيط الطويل ده هيخد منه غرزة سلسلة اهي انا عملت هنا غرزة سلسلة اطلع بقى كده الدايرة بتاعتي وابدأ جوه الدايرة اللي تكونت معي دي هعمل كامو غرزة حشو هشتغل واحد حشو واحد حشو اتنين تلاتة اربعة خمسة حشو يبقى انا اشتغلت جوه الدايرة السحرية كامو غرزة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اشد الدايرة بتاعتي اقفلها اهي اقفلت الدايرة هعمل ايه بعد كده هقفل السطر ده ازاي شايفين اول غرزة عندي من الخمسة اول غرزة حشو انا عملتها هدخل الابرة فيها اهي دخلت الابرة فيها ولف اخد الخيط بتاعي اجيب الطرف بتاعي البداية تحت خيتي كده ولف اخد غرزة منزلقة من هنا اللي هنا على طول اهي عشان اقفل كده انا خلاص بعد ما قفلت هوب المنزلقة بتاعتي هنا معايا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة والغرزة دي الغرزة بتاعت القفل ما ليش دعوة بيها انا عتعامل مش عتعامل في غرزة الحشو العادية زي ما كنت بشتغل لازم بقى فوق الابرة معايا دي العين لأ انا عدخل في الفي الفي الاولانية اللي عندي فين اهي دي الفي اهي اللي انا عدخل جواها واخد الشغل بتاعي واحد وهي دي التانية وهنا دي التالتة او منظرها وهنا دي الرابعة وهنا الخمسة هعمل ايه بقى بعد كده انا معي عينهو خمس غرز واحد اتنين تلية اربعة خمسة فين اول في اول في عندي اهي انا عدخل في نص الفي دي هدخل في النص بتاعت الفي اهم حاجة لما ادخل بالابرة لازم اطلع من وراء في نص الفي اللي من وراء يعني شكل الغرز من وراء اهو في عندي حرف في من وراء اهو لازم لما اطلع اطلع في نصه ويبقى فوق الابرة معي دي العينهو الف خيط واسحب من الغرزة كده عملت اول غرزة حشو انزل تاني في نفس المكان اللي انا دخلت فيه اهو لازم لما اطلع اطلع من وراء عند حرف الفي في نفس المكان اللي طلعت منه اول غرزة الف خيط كده واطلع كمان من الغرزة دي عشان يبقى معي هاجي بقى عند غرزة الحشو التانية فين التانية اللي وراها اهي الفي دي هدخل في قلبها كده اهي الفي هدخل في قلبها اهم حاجة نفس الطلعة لازم لما اطلع اطلع في الفي اللي من وراء ادخل فيها الابرة واسحب اول غرزة اهي فيها وانزل تاني في نفس المكان ادخل الابرة واسحب اطلع منها هي كمان غرزة حشو كده انا عملت اتنين حشو الغرزة اللي وراها اهي الفي اللي وراها بدخل في قلبها هنا في النص اهم حاجة اشوف الطلعة بتاعتي انا اطلع فين اهي واطلع اعمل واحد حش وانزل تاني في نفس المكان اعمل الحشو التانية فين الفي اللي وراها اهي حرف الفي اللي وراها ادخل برضو في قلبها كده في النصف واطلع اعمل واحد وادخل تاني اعمل اتنين الفي اللي وراها والاخيرة اهي هدخل في قلبها وعمل واحد وانزل تاني في نفس المكان اعمل اتنين كده انا معايا كم غرزة اعدي بقى معايا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عشر غرز حشو عشر غرز حشو فوق الخمسة اللي كانوا تحت هقفل بقى السطر اهي عدخل كده بصو كنت متكونة معايا في الاول خالص اللي هي بتاعت الارتفاع اللي انا قلت عدخل فيها بعد كده حرفي فيه زغيرة خالص تحت الدلع بتاع المنزلقة هعمل ايه بقى بالابرة كده عدخل برضو في قلبها بصو عطلع من ورا فين معايا كم دلع من ورا دي اكبر غرزة عتقابلني في السطر ده اشد بقى الخيط بتاعي واسحب اطلع منها خيط اهو اسحب اطلع منها خيط كده معياد العين فين اول غرزة حشو انا عملتها اهي اول غرزة في انا عملتها هياخد الشغل بتاعي في الغرزة الخلفية اللي من ورا بس اطلع منهم خيط هما التلاتة كده انا قفلت السطر التاني بتاعي اهو ده منظره عادل بس الشغل بتاعي دي القفلة بتاعتي اهي اللي انا قفلتها اتكون معايا حرفي فيه الواحده ده اللي انا عقفل فيه كل سطر هطلع بقى السطر التالت السطر التالت برضو عيبقى في كل غرزة غرزتين يعني السطر ده انا عندي عشرين غرزة السطر اللي وراها يبقوا عشرين غرزة فين اول غرزة حشو اي حرف ال V مدخل فيها الابرة واسحب اطلع خيط غرزة حشو اولى وانزل تاني اخد غرزة حشو التانية في نفس المكان فين الحشو اللي وراها اهي مدخل الابرة وليف اطلع خيط اهم حاجة لما اطلع من ورا اتأكد اللي انا طلعه في النص اهو لازم اتأكد اللي انا طلعه في النص واخد غرزة الحشو التانية وهنا كده ادخل في النص واسحب اخد واحد حشو وفي نفس المكان تاني ادخل اخد الحشو التانية انا عايزة في السطر ده في كل غرزة من اللي عندي احط فيهم غرزتين حشو عشان العشرين اللي معايا تحت يبقوا معايا كم غرزة يبقوا معايا تلاتين غرزة حشو اشتركوا في القناة عشرين غرزة حشو. اهي اللي من تحت دي غرزة الحشو اللي من تحت ملف كده اهو وادخل واول غرزة حشو عندي اهي اول غرزة هياخد الضلع اللي من وره بس لفي كده واسحة من هنا لهنا بصوا ده كده السطر التالت السطر التالت بقى معايا كم غرزة بقى معايا تلاتين غرزة حشو في كل غرزة اتنين 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 اتكون معايا تلاتين غرزة حشو بصوا الافلة منصقة ازاي الافلة كلها واحد ولو افلت من هنا تحس ان مفيش ارتفاعات وان الدايرة بتاعتي بصوا سليمة ازاي بالحركة اللي احنا عملناها دي السطر اللي جاي عايبقى فيه تزايدات هنا السطر ده انا كنت احط في كل واحدة اتنين السطر الجاي عايبقى اول غرزة حشو عندي اللي هي دي انا عدخل في قلبها كده اهو واخد غرزة حشو واحدة عملت واحد حشو غرزة الحشو اللي جاية اللي هي دي انا عدخل في قلبها واخد اتنين حشو واحد وانزل تاني في نفس المكان اخد غرزة الحشو التانية اتنين الغرزة دي انا عدخل في قلبها واخد واحد بس اهي الغرزة اللي جاية هنا انا عدخل في قلبها اخد واحد اتنين السطر ده كله عيمشي بنفس الطريقة هنا واحد وهنا اتنين واحد اتنين هنا واحد اهي ادخل بس اهم حاجة في النص واحد والغرزة اللي جاية هنا عيبقى اتنين حشو واحد اتنين حشو الغرزة ازي واحد حشو الغرزة اللي وراها اتنين حشو انا عمشي السطر كله بنفس الطريقة واحد حشو اهي اما حاجة بص وانا بدخل عشان ادخل في النص واحد حشو وهنا عنزل واعمل واحد وانزل تاني في نفس المكان اخد التانية هنا واحد حشو وهنا ااخد اتنين حشو واحد اتنين هنا واحد حشو اهي قاعدل بس كده واحد حشو وهنا واحد اتنين هنا واحد حشو وهنا واحد اتنين اشتغل بقية السطر كله بنفس الطريقة واحد حشو وراه اتنين واحد وهنا اتنين واحد حشو وهنا في الاخر واحد اتنين واقفل ازاي خلاص اهي هقفل ازاي بقى شايفين اول غرزة اللي انا كنت بدقيها اللي هي الفيديو للوحدة انا هدخل فيها في النص اهي هدخل فيها في النص هتنزلني تحت الف طلع منها خيط وقف بقى معي طرفين اهو اول غرزة حشو انا عملتها انا هيخد الغرزة الخلفية بس اللي من ورا ولف خيط اطلع من هنا لهنا لهنا عشان هقفل السطر بتاعي السطر بتاعي ده اللي هو السطر الرابع انتهى معي على كم غرزة انتهى معي على تلاتين غرزة حشو لازم هتعديهم هينتهي معيك على تلاتين غرزة حشو واحد دي اول واحد اهي اتنين اربعة ستة تمانية عشر اتناشة اربعة عشر ستة عشر تمنتاشر عشرين اتنين وعشرين اربعة عشرين ستة وعشرين تمانية وعشرين تلاتين ودي غرزة الافلة السطر اللي وراه انا هشتغل سطر عادي ثابت فوق كل غرزة انا هعمل غرزتها بالزبط من غير ولا تناقصات ولا تزايدات فين اول غرزة اهي انا ادخل فيها واخد اول غرزة حشو واحد اللي وراها فين اهي انا ادخل فيها واخد الغرزة التانية اللي بعديها اهي ادخل فيها واخد الغرزة التالتة اللي بعديها اهي كل غرزة في غرزتها من غير ولا تناقص ولا تزايد اهي كل غرزة هتقبلك هتدخولي في قلبها وتغذيق غرزة الحشوة بتاعتك هكمل بقية السطر ونشوفه منظره ونيجوة عند القفلة نشوف بعد كده هنعمل ايه انا خلاصة هو جيت لنهاية السطر حطيت كل غرزة في غرزتها من غير ولا تزايد معايا السطر ده كاما غرزة معايا تلاتين غرزة فين الغرزة بتاعت القفلة اهي ده الغرزة بتاعت القفلة بعمل ايه نفس اللي بعمله كل مرة بدخل في الفيه كده في نصها اسحب اطلع منها خيط معايا طرفين ايجي عند اول غرزة حشوة في السطر اخد الدلع اللي من ورا ولف خيط منهم هم التلاتة عشان اقفل السطر بتاعي يبقى انا عملت اول مرة خمسة حشوة اللي وراه عشرين اللي بعد كده تلاتين اه اول مرة خمسة وبعد كده عشرة وبعد كده عملت تزايد في كل واحدة خليتهم معايا عشرين في السطر اهو وبعد كده اشتغلت واحدة حشو تزايد واحدة حشو تزايد بقوا معايا تلاتين غرزة والسطر الخامس عملت كل غرزة في غرزتها من غير ولا تزايدين بقى معايا برضو تلاتين غرزة هطلع على السطر الجديد خلاص انا قفلت السطر ده هطلع على السطر الجديد اول غرزة حشو عندي اهيه اول غرزة حشو انزل في نصها واخد غرزة الحشو الاولانية واحد حشو هنا عملت واحد حشو اللي وراها اشتغل كمان واحد حشو يبقى انا عملت اتنين حشو ورا بعض الغرزة اللي وراهم هعمل تزايد يعني اشتغل في الغرزة مرتين اما حاجة انزل في نص الغرزة هنا كده واشتغل واحد وانزل تاني في نفس المكان اشتغل الغرزة التانية عشان اكون عملت التزايد يبقى انا اشتغلت واحد واحد اتنين بعد كده الغرزة الجاية واحد اهي واللي وراها واحد الغرزة اللي بعدها دي اشتغل فيها اتنين واحد اتنين وارجع تاني اشتغل الغرزة دي واحد والغرزة اللي وراها واحد وارجع تاني اللي بعد كده هنا اشتغل حشو مرتين تزايد يبقى انا عمشي السطر بتاعي كله واحد واحد اتنين واحد واحد اتنين واحد واحد اتنين اكمل بقية السطر لغاية ما يجي عندما كان الافلة واحد واحد وهنا اتنين اكمل بقية السطر بتاعي جيت عند نهاية السطر لازم نهاية السطر يبقى معايك تزايد الغرزة الاخيرة هيبقى فيها اتنين جيت بقى عند نهاية السطر خلاص فين الماكينة انا بقى في الفي اهي الغرزة بتاعتي هتلاقيها دايما كده النزل تحت اهي ادخل الابرة في النص واسحب اطلع خيط منها ويجي عند الغرزة الخلفية ادخل واسحب اطلع منهم هم التالتة عشان اقفل السطر بتاعي السطر اللي جاي السطر اللي جاي عايبقى معايه كله غرزة في غرزتها من غير اي تزايدات يعني كل ملقي غرزة حشو واحد اديها واحد وهنا واحد اما حاجة انزل في النص واحد وهنا واحد وهنا واحد كله غرزة في غرزتها من غير اي تزايدات زي ما عملت في السطر بتاع واحد حشو كده بقى خلاص انا خلصت السطر السابت بعد اتنين حشو تزايد عملت سطر سابت طيب فايدة السطر السابت اللي انا بعمله ده ايه زي ما قلتلك بيخلي الدايرة معيكي ما تورورش منك او ما يبقاش فيها تزايدات زي ده عن اللزوم وكمان السطر ده بيعدل مني الدايرة يعني انا الطبيعي في اي غرز فيها تزايدات في اماكن معينة بتلاقي ان الدايرة بتاعتك سدست مني السطر اللي انا بعمله سابت ده بيزبط الدايرة بتاعتي شايفين ما فيهاش اي تزديسة زي اهي السطر الجاي بقى دلوقتي انا اقفل السطر ده دخل كده واخد الغرزة اللي عليها الدور اهي ادخل بالابرة اسحب اطلع خيط وادخل في الغرزة الخلفية الف اطلع خيط منهم هما التالتة كده انا قفلت السطر ده السطر الجاي بقى بدل ما انا شغالة اتنين حشو تزايد السطر الجاي الجديد السطر ده كان ثابت السطر بقى الجاي معايا هيبقى عبارة عن واحد حشو واحد حشو واللي وراها اتنين حشو اهيت واللي بعد كده كمان غرزة حشو هيجي الغرزة اللي وراهم هعمل تزايد في الغرزة دي هحط اتنين واحد وارجع تاني احط الغرزة التانية بعد كده اشتغل واحد اتنين تلاتة واجي على الغرزة اللي وراها هنا هشتغل اتنين مع بعض تزايد هشتغل كل السطر بنفس الطريقة تلاتة حشو واحد اتنين تلاتة بعد كده تزايد واحد اتنين تلاتة تزايد اعمشي كل السطر بنفس الطريقة لغاية ما يجي عند مكان القفلة هنا هقفل السطر اللي وراها يبقى سطر سيبت كله غرزة في غرزتها من غير اي تزايدات السطر اللي بعد كده انا عبدأ بها اعمل التزايد الطبيعي بتاعة الدايرة حسب حجمه مقاس بقطر اللي انت عايزة للدايرة حسب المقاس اللي انت عايزة السطر اللي جاي انا هشتغله اربعة حشو ورا بعد بعد كده تزايد اربعة حشو تزايد اجي السطر اللي وراها هعمل ثابت كله غرزة في غرزتها السطر اللي بعده هعمل خمسة حشو تزايد السطر اللي وراه هايبقى تثابت على قد القطر اللي انتوا عايزينه للدايرة اللي انت بتشتغله وحسب المنتج اللي انت بتعمله فانا كده هو شرحت خلاص البداية بتاعت الدايرة بتاعتي شرحت ازاي اقفل السطر بطريقة صحيحة وازاي اطلع الدايرة بتاعت بطريقة صحيحة وازاي اخلي الغرزة بتاعت القفلة كلها في اتجاه واحد وبطريقة اهي القفلة بتاعت بص ان دي فازع ومش بينة تمام ان الدايرة بتاعتي ما طلعتش مني مسدسة طلعت دايرة مزبوطة اه انتظروا بقى بامر اللي الفيديو الجاي انا عبدأ اشتغل منتج على الدايرة اللي انا عملتها دي هطلع منها شنطة طلع منها باسكت هنشوف بازن الله الفيديو الجاي انا عشتغل ايه طبعا خلينا فاكرين ان ده اول طريقة لدايرة صحيحة انتظروا الفيديوهات اللي جاية انا اشرح طريقتين تنين كمان مختلفين عن الطريقة دي ازا ده تبدأي الدايرة والتزايد بتاعها وطريقة افلة مختلفة عن الافلة اللي احنا تعلمناها الفيديو ده انتظر بقى بامر اللي الفيديوهات الجاية هتنزل برضو قريب ورا الفيديو ده على طول استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته